السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم في فيديو اليوم سوف يعجب الكثير من السيدات لأنه سيتحدث عن موضوع التجاعيد وصفة طبيعية رائعة ستقضي على التجاعيد وكل المكونات بها هائلة في التخفيف من التجاعيد والقضاء عليها والحد منها إن كنتم طبعاً صغيرون في السن كما تعرفون التجاعيد والخطوط الرفيعة من الأشياء التي تتير فزع المرأة وإذا سألنا أي وحدة كيفما كانت ستجدها مستعدة لدفع أي نقود لحماية نفسها من تجاعيد الوجه وأيضاً لكي تظهر بالجمال الطبيعي لكن البشرة مع التقدم في السن تتغير حيث تنكمش الخلايا الذهنية وأيضاً تصبح البشرة متجاعدة وغالب الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة تظهر عليهم هذه التجاعيد بشكل أسرع لأن بشرتهم تحظى بحماية أقل من أشعة الشمس إذن حبيبتي إذا كنتم تحاربون آثار الشيخوخة ولا تريدون استخدام أي كريمات مكافحة للتجاعيد والتي تكون في غالب الأحيان مليئة بالمواد الكيماوية إذن إليكم اليوم هذه الوصفة الرائعة لتجديد شباب البشرة سنستعمل في هذه الوصفة مكونات طبيعية وكأول مكون سنحتاج هنا إليه ألا وهو زيت الأفكادو هذا الزيت الرائع جداً جداً يستعمل كذلك لترطيب البشرة وأيضاً تبيضها يعني الثاني مكون أيضاً ضروري سنستخدم هنا صفار البيض إذا كنتم تتوفرون على البيض البلدي يكون أحسن كذلك إذا كنتم تتوفرون على البيض العادي ممكن استخدامه نحن الآن في وصفتنا سنستعمل هنا فقط الصفار إذن لدينا هنا صفار البيض وكأخر مكون سنحتاجه هو معروف على أنه يقضي على التجاعد بشكل مذهل جداً جداً سنحتاج هنا كما تلاحظون إلى بذور الكتان طبعاً أنا هنا قمت بطحنها لأننا سنحتاج إليها وهي مطحونة فهذا المكون الرائع معروف جداً جداً في شد البشرة سنحتاج تقريباً إلى مقدار ملعقة كبيرة فهي سوف تكفينا قموا بطحنها واستخدموها في هذه الوصفة إذن على بركة الله سنمر الآن لتحضير هذه الوصفة الرائعة لعمل القناع الرائع لشد البشرة وأيضاً تغذيتها وعلاج التجاعد والخطوط منها إذن على بركة الله سنأخذ إنا مناسب سنضع في صفار بيضة واحدة تكفي هكذا ثم كذلك سنحتاج إلى تقريباً ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من مطحون بذور الكتان أي ما يعادل تقريباً ملعقتين صغيرتين وأيضاً سأضيف هنا زيت الأفوكادو مقدار ملعقة صغيرة وسنبدأ في خلط ودمج المكونات جيداً مع بعضها البعض كما نعلم هنا بذور الكتان مطحون بذور الكتان بها هلام يعمل كأعمل البوتوكس يشد البشرة يغديها أيضاً ويعمل على ملع تلك الخطوط سواء كانت خطوطاً على الجبهة أو على مستوى حول الفم حول العينين أيضاً هذه الوصفة كذلك تضعونها حتى على منطقة تحت العينين أيضاً على مستوى الرقبة نخلط جيداً هنا كما نعلم صفار البيض غني جداً بالبروتينات فهو مغدي ممتاز للبشرة بالأخص دوات البشرة الجافة كما نعلم فهي أكثر أنواع البشرة التي تتعرض إلى الشيخوخة مبكراً وإلى التجاعد مبكراً إذن هذا هو مزيج هذا الماسك وقوام هذا الماسك تكون الوصفة بهذا الشكل طبعاً الطريقة فهي معروفة أن نقوم بغسل البشرة جيداً بما إن يكون فتر ضروري من غسل البشرة حتى تتفتح المسامات وحتى تستفيد لنا البشرة من المكونات مكونات هذه الوصفة ونتحصل دائماً على نتائج تكون جيدة كما قلت بعدها نقوم بفرد وتوزيع هذه الوصفة أو هذا الماسك على كامل البشرة وسنتركه إلى غاية ما يجف وتتشربه البشرة طبعاً مدة نصف ساعة كاملة بعدها قوموا بإزالة هذا الماسك تقومون بغسله بالماء الفاتر طبعاً ثم بالماء البارد لشد المسامات وشد البشرة وإغلاق المسامات التي تكون يعني مفتوحة بعد إزالة هذا الماسك تأخذون كمية من زيت الأفوكادو وتقومون بدهن كامل البشرة وبالخصوص في الليل لأن كما نعلم زيت الأفوكادو مرتب للبشرة رائع جداً لذا من الضروري أن تستعملوه كدهان للبشرة بالليل وطبعاً في الصباح قوموا بغسله بماء فاتر وأيضاً قوموا بحماية بشرتكم وذلك بوضع الكريم الواقي من الشمس عند الخروج بالنسبة لهذه الوصفة تقومون بعملها كل يوم وتداومون عليها لمدة 12 يوماً كما قلت تركزوا مدة 12 يوماً أنا جد متأكدة وستكون نتيجة مضمونة أنكم ستلاحظون نتائج مذهلة جداً جداً بحيث ستختفي التجاعد بطبيعة الحال تدريجياً كما قلت مع المداومة سوف تحصلون على نتائج سوف تبهركم وأيضاً سوف تختفي الخطوط سوف تلاحظون الفرق بأنفسكم في حال كانت لديكم يعني تجاعد غائرة سوف تلاحظون أنها بدأت تخف شيئاً فشيئاً كما قلت دائماً جميع الوصفات الطبيعية تود منا المداومة والاستمرارية عليها حتى نحصل على النتائج التي نطمح إليها لذلك ضروري من الصبر وكذلك المداومة على الوصفات حتى نتحصل على نتائج جد جيدة لأن كما نعلم التجاعد تريد منا بعض الوقت أنا هنا لن أقول لكم أنها سوف تعطيكم نتيجة منذ الاستعمال الأول لا بل سوف تعطيكم نتيجة ولكن مع المداومة كما قلت مدة 21 يوماً استمروا عليها وأنتم سوف تلاحظون منذ الأسبوع الأول سوف تلاحظون أن تلك الخطوط والتجاعد بدأت تخف شيئاً فشيئاً وبالخصوص إذا قمتم بعمل يعني أخذ زيت الأفوكادو هكذا وتقومون بعمل تدليك ومساج لبشرة الوجه لأن بشرة الوجه تحتاج منك كل ليلة أن نقوم بعمل تدليك هكذا إذا كانت خطوط تجاعد بهذه الطريقة بطريقة عمل المساج سوف نزيل كل تلك الخطوط نقوم بدهن بشرة الوجه أيضاً الرقبة لا تنسوا حبيبات الرقبة دائماً لأن هناك بعض الفتيات يهتمنا فقط ببشرة الوجه وينسونا بشرة الرقبة مما يؤدي إلى شيخوخة الرقبة بشكل سريع وكذلك إلى لون غير موحد لذلك حبيباتي من الأحسن أن تنتبهوا إلى هذه النقطة أركزوا جيداً على حتى بشرة الرقبة إذن كما قلت نقوم جيداً بذلك زيت الأفوكادو هكذا حتى تتشرب لنا البشرة هذه الزيت وأيضاً نعمل على إزالة التجاعد من البشرة وتنشط الدورة الدموية في البشرة حتى يتضفق الدم وتتجدد الخلايا لأن خلايا البشرة فهي تتجدد تتجدد مع العناية وكذلك المداومة على الوصفات بالإضافة حبيباتي إلى يجب أن نهتم بما نتناول يجب الإهتمام والإكتار من شرب الماء أيضاً تناول خضروات وفواكه وأيضاً يجب تجنب السكر الأبيض لأنه هو من بين الأسباب الأولى التي تعمل على شيخوخة البشرة من الأحسن أن نتجنب السكر الإصطناعي وبالأخص السكر الأبيض ونهتم دائماً بكل ما هو طبيعي لأن البشرة كل ما نتناوله ينعكس دائماً على بشرتنا وعلى الشعر كذلك إذن حبيباتي كما رأيتم الوصفة سهلة جداً والمكونات رائعة أتمنى حبيباتي أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو طبعاً لا تبخلوا علي إذا أعجبكم هذا الفيديو أن تشاركوه مع أصدقائكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة وبهذا سوف تقومون بتشجيعي على إعطائكم المزيد إن شاء الله والمزيد من الوصفات والخلطات المجربة والمضمونة إذن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم حبيباتي نلتقي إن شاء الله ودمتم في أمان الله